اشتركوا في القناة باتنا رصد 74 مليون دينار جزائري لتثمين موقع تيمكاد الأثري افتتاح معرض للصناعة التقليدية بمناسبة يناير بالبليدة رحلة سياحية نحو البويرة لفائدة حرفيين ومرشدين سياحيين غرفة الصناعة التقليدية بمستغانم تنظم يوما تحسيسي لفائدة الشباب وحاملي المشاريع أهلا بكم من جديد في تفاصيل النشرة استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت هذا اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام حسب ما جاء في بيانر لرئاسة الجمهورية وفي شأن الديني قام وزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي اليوم الثلاثاء رفقة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية وليد شريف والقنص العام بجدة محمد عالم وممثلية ديوان الوطني للحج والعمرة بزيارة ورشات خدمات الحج والعمرة التي تقام بمعرض ومؤتمر الحج والعمرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وجاءت هذه الزيارة للوقوف على مشاركة الوفد الجزائري الذي يتكون من الدوان الوطني للحج والعمرة ووكلات السياحة والأسفار محليا أشرفت اليوم الثلاثاء ولولاية سكيكدا حورية مداحي رفقة عبدالقادر بن هلجية بصفته مديرا مركزيا بوزارة الثقافة ممثلا عن وزيرة القطاع بمقر الولاية على مراسم تنصيب صباح طهرات بصفتها مديرة لقطاع الثقافة بالنيابة بولاية سكيكدا والتي كانت تشغل نفس المنصب بولاية تيبازا خلفا لرشيد ميلي الذي حول لشغل نفس المهام بولاية غردايا كما تم رصد غلاف مالي يقدر بـ 74 مليون دينار جزائري لتثمين الموقع الأثري تيمكاد الكائن على بعد 35 كم شرق مدينة باتنا والذي يعود تاريخه إلى الحقبة الرومانية وذلك حسب ما صرح به مسؤول متحف وموقع تيمكاد زانا وإمدغاس وطبنة شافيق بغرارة إلى ولاية البليدة افتتح اليوم الثلاثة معرض الصناعة التقليدية على مستوى مقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية بمناسبة السنة الأمازيغية 1974 تحت إشراف مدير السياحة عبدالوهاب ممو ومدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف رابح محمد نائب رئيس مجلس الشعبي الولائي ونخبة من مدراء وممثلين في الولاية هذا وانطلقت اليوم الثلاثة رحلة سياحية نحو ولاية البويرة لفائدة عدد من الحرفيين والمرشدين السياحيين والجمعيات السياحية الناشطين بولاية المنيحة وجاءت هذه الرحلة السياحية في إطار التبادل الثقافي والسياحي بين الولايات والتي أشرف عليها والي البلاية مختار بن مالك ومدير السياحة والصناعة التقليدية وكذا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف كما نظمت غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية مستغانم صبيحة اليوم الثلاثاء لقاء تحسيسي في إطار مرافقة الشباب وحاملي المشاريع في إنشاء مؤسسات حرفية المبرمج على مستوى بلدية الطوهرية وأشرف على اللقاء التحسيسي كل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية مستغانم فتح الله بالغول ورئيس لجنة التأهيلات والامتحانات للغرفة إبراهيم أحمد بن قلاوز نهاية النشرة بقيت صهر ممتعة في أمان الله